اشتركوا في القناة انك انت تكون بارد وكيف ديلك يعني نوتر بهاي اللحظات وبهاي المواقف وباليهم الصعبة اللي مرأنا فيها ما يكون لك رأي ما يكون لك فكر ما يكون لك دور تلعبه يعطي يعطي بوش بالازمات يعطي امل يضوي على الاشياء الصعبة ويجرب هيك يقدمها بصيغة ساخرة يعني تبسط الهم اذا بدك عن الناس وتقول العالم ايه والله عن جهة تفشلنا خلقنا حس انه دوري اني فش خلق الناس بهذا الجزء اللي هو الشعر كثير عالم زوئة للشعر وكثير عالم بهمة تسمع شو رأيي انا وكيف بعالج الامور بطريقتي الخاصة ومرأة فترة ما كان فيه انتجات فنية فتفرغنا ككل يعني زو تلاحظ مش بس انا كتار من الشعراء تفرغنا انه نقدم اه نسخر قوتنا وطاقتنا الفكرية انه نحكي عن عن مجتمعنا وعن الازميات اللي عم العاني منها ان شاء الله ما منضل بها الحالة ان شاء الله منسخر هايدي الافكار لا اشياء اجمل لا اشياء فيها امل وفيها فرح وفيها سعادة لبنان ما بيلبق له السودوية وللشعب اللبناني شعب اه يعني شعب منكسر شعب دائما عنده ارادة الحياة بيفصل حاله عياس الازمات اللي ينتصر عليها بس انه قد ما عم يخلقونا ازمات يعني ما عم لحقنهم حرفت كيف متمنى انه نطلع من اللي احنا فيه كلنا سوى تعبنا بس ما انكسرنا ولا غا حنكسر عالشانل خاصة فيك على اليوتيوب خاصة لما تواجدت ببرنامج هيك من غنى على الفنانة مايا دياب صوتك تصدر دولون صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليش ما عم نشوفك بهيدا الشق يعني بشق الفنان الشام الكتابة تلحين غناء ما كتير بهمني انا بالنسبة الي عندي موهبة الصوت يمكن بالوراثة بس انا بحس انه هيدا الجزء اللي هو الغناء منه 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 من اولوياتي انا بشخره لا تلحيني لا قدي الديمونيات لا سمع المطرب اغنيته لا طلبي ببرنامج مهضوم مثل البرنامج مع مايا بوجه لا تحييي لمايا اخت عزيزي وغالية كنا هيك من سجمين وكان معي الملحن فضل السليمان بالضيف كمان فركبت الكامستري وعملنا حلقة حلوة وكنا مسلطنين مثل اولو بس ابدا مش اولوياتي اني انا عمل مطرب او انه انا قدم اعمال بصوتي بعتبر انه انا فنين شامل بدون مغني لانه يمكن بجزء الاساسي من صناعة الاونية في البدء كانت الكلمة وانا بلشت من هون فبعتبر حالي بمجالي قدرت حققت ذاتي واكيد لو انه الطموح كبير واللي جاي اكبر كتير وعندي ابعاد كتيري للي عم بعمله بس اكيد ما بطمح ان يكون مطرب هيدا ما بيتماله ابدا صرحت عن تعاون سابق مع الفنان فارس كرام ممكن كل العالم بعده بتنتظره شو صار في هيدا العمل مش عمل واحد ست اعمال مجاهز كل شي وفارس حط صوته فعليا يعني بس مسألة سياسي انتاجيه لشركة روتانا كان المبدأ انه انطرح الابوم كامل في كل الاغاني رجع صار ميني الابوم بتضمن خمس اونيات ثلاثة لقلي واثنين لحدة تاني من الشباب وكمان هني بوقته توقيت معي يعني ناسب الوطن العربي ككل فارس اليوم نجم عربي وعنده فانز كتير ونطرينه نطرينه شو بدي يصدر فعم يتقنى بخياراته وعم يتقنى بإصداراته وطريقة إصداره للأمور بفهمه وبيشرفني انه انا هيت الالبوم هي من كلماتي والحاني وتوزيع عمر صباق ورح تبصر النور قريبة ان شاء الله منك اليوم تقييم لهي دول الاغاني اللي عم يضربوا ترند يعني خلينا نقول عم يضربوا ترند من الناحية السلبية او كرمال ما ناخد موقف عم يضربوا ترند بكلمات غريبة شو تقييمك لهي دول الاغاني اللي عم يطلعوا اليوم الترندات اول شي شرفتني كتير بلعب اغاني لانه هو دي مش اغاني يعني بس تقول اغاني بتكون انت ظلمت الاغاني بحد زيتها لا عبدا مش اغاني هي اللي قال لك شغلة هي كل ما مرأ مجتمع بالعالم مرأ بفترة انحيطات اقتصادي والحيطات اجتماعي طبيعي مرأ بانحيطات فني وانحيطات فكري لانه الناس بتصير تجرب تدور على شي دحكا شي تتمسخر عليها شي هيكي موه عن نفسها تحس انه تسلي تولى وتضحكنا وهيدي غنية مش غنية هيك ترطوقة سلبية انه هيك سلبي منتضحك عليها منهيس لنا شوي منركب عليها فيديويات بالاسف اللبناني هلا اكتر حدا بحاجة انه ينكت ويدحك واذا تلاحظ على همومو ينكت ويدحك يتحك على حاله يعني بتشوف اي مصيبة بكون بلد قيمة قاعدة وكثير فعلا مأسرة بتلاقي اللبناني عم يختر عن نكاف يبعط على الواتساب ينزل اسطورية ان احنا هيك طبعنا منحب انه نخلق ده حكام المشي وهيدا العمين زلالة هو امتداد لهيدا الشي لو انه وصلنا لمرحلة يعني انا كفنان بزعل كتير خصوصا يوم رحيل صباح فخري ضويت على هيدا الجزء بقصيدتي لقلتا انه لما بفل عم لقمت صباح فخري معه كلها القرس الفني العظيم ونحنا مش عم نسمع منه شي عم نسمع هيدا التفيهات شي مؤسف للغاية ما اعتبر انه نحن نرحلنا مش صباح فخري بدي تخبرنا شوي عن مشاريعك القادمة الجديدة مع مين من الفنانين يعني متل ما حكينا ومحافظ القلقى بكلهم اصدقاء وغالين فارس كرم وديع الشاخ من الحمزان عاصي حلاني ووليد الحلاني ابو فارس نادر الاتات دائما دائما تقوله مطبخ بحركة مستمرة وان شاء الله نقدر نقدم يعني نقدم الاحسن للكل ونقدر نعمل بصمة مع الكل المشكلة الاساسية انه الناس تعباني وما عندها تركيز اللي كان موجود انه تعطيك من وقتها ثلاث دقائق او دقائق نص او ثلاث دقائق نص لا تسمع العمل بفراش يعني بمخ هيك رايق ومعه كل حواسه الناس عم تسمع بطريقة مقصة كتير دماغه مقصة مع الف مليون شغلة وحق الطبيعي وانا منهم يعني مني مني بعيد على العالم نتمنى انه منضل عندك هيكي تقول يا رب هيكي شي معجزة من عندك تحطنا على القليلة واطلح ما كنا مش هكتر من هيك نتمنى لك كل توفيق من موقع الفن بدي منك كلمة اخيرة بشكركم وبشكر وجودكم انتو كاعلاميين عم تتابعونا عم تضووا على الاعمال الفنية بعض في هيدي الارادة عم تكون عم تدفعوا بنزين وتجوا على السادة فتانكيو لألكم وتانكيو لموقع الفن ولهل المور شكرا لتعرفوا كل الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد اشتركوا في القناة